التلفزيون العربي موسيقى موسيقى شهداء وجرح في قصف اسرائيلي على البريج وانصيرات وسط القطاع استهداف منطقة ميراج شمال رفح وغارات ليلية مكثفة على أحياء مدينة غزة استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم قائد كتائب القسام في مخيم طول كرم بعد قصف الاحتلال مركبة بين قرية تايع التيلو وزيتا واشتباكات في قرية قفين بعدما حاصرت قوات الاحتلال منزلا في القرية صحيفة نيويورب تايمز تقول إن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من عشرين شخصا منهم ضباط ومسؤولون عسكريون وموظفون كانوا في مكان استضافة إسماعيل هنية على خلفية اغتياله وزارة الدفاع الأمريكية تنشر مقاتلات وسفن حربية إضافية في الشرق الأوسط وتقول إن وزير الدفاع ليلويد أوستن أمر بإرسال سفن تبعة للبحرية ومدمرات إلى جنب أسراب مقاتلات إضافية ورفع درجة الاستعداد لنشر مزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس تضمن ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية منافسة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر المقبل الحكومة الأمريكية تلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد واثنين من شركائه الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو يتهم واشنطن بالوقوف وراء ما وصفه بحاولة الانقلاب في بلاده بلينكين يقول إن مرشح المعارضة فاز بالعدد الأكبر من الأصوات ودول أخرى في أمريكا الجنوبية أخرها الأرجنتين باناما الأوريغوي تعترف بفوز مرشح المعارضة مقتل عشرة أشخاص على الأقل معظمهم مدنيون وإصابة آخرين بشروح في هجوم لمسلحي حركة الشباب على مقى في ساحل دوب العاصمة السومالية موغاديشو وشرطة السومالية تعلن القضاء على خمسة مسلحين شاركوا في هذا الهجوم نهاية موجز الأخبار عود إلى تغطيتنا المستمرة للعدوان على قطع غزة والتطورات في المنطقة من التليفزيون العربي التلفزيون العربي ترجمة نانسي قنقر